لا تكاد رائحة الحرب والبارود تفارق أجواء العراق مرة يكون طرفا فيها وغالبا ما يكون العراق ضحية لها وميدانا لتصفية الحسابات هنا تحضر إيران بوكلائها وتنتشر أمريكا بقواتها المنضوية تحت مسمى التحالف الدولي ضد داعش وبعد تعاون طويل وتبادل منفعة بين الأمريكيين ووكلاء إيران آن الأوان ليبحث كل طرف عن مصالحه الخاصة ويطمح لإفراغ الساحة له فقط استدام نفوذ أو مصالح يطلق الكثيرون على الصراع الأمريكي الإيراني في العراق الذي ظهر جليا عقب نهاية الحرب مع تنظيم داعش وتوج بقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ووكيله الأول في العراق أبو مهدي المهندس قبل عامين قرب مطار بغداد حادثة جعلت من لافتة المقاومة ستارا تتحرك تحته الميليشيات ظاهره مقاومة احتلال جاؤهم معه أصلا وباطنه ورقة تفاوضية إيرانية تأخذ مساحتها في كل جلسة مباحثات مع الغرب فكلما تشنج الموقف في فيينا تصاعدت الهجمات في العراق خلال يومين ثلاث هجمات بطائرات مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار بغداد وقاعدة عين الأسد المتهم الأول فيها ميليشيا الحشد التي توعدت بمنازلة كبرى مع الاحتلال إذا لم يخرج بانتهاء 2021 انتهى العام وانقضت معه المدة فكان لزاما على الميليشيات أن تحاول حفظ شيء من وعودها فأرسلت طائرات مسيرة مفخخة أضلت سبيلها كالعادة ولم تسفر عن أي خسائر ما يجعل منها رسائل إيرانية رمزية مفادها بأن طهران حاضرة بوكلائها وتستطيع إرباك الموقف في أي لحظة تحرص الميليشيات في العراق على انتقاء أهدافها وسلاحها فتستهدف شاحنات نقل مؤن للتحالف يقودها عراقيون وتعمد لجعل صواريخها تسقط ضمن مقتربات القواعد الأمريكية خشية من ردة فعل تشابه تلك التي أودت بسليماني والمهندس مقاسم مقاومة يلائم الأهداف الإيرانية في العراق ويجعل واشنطن أمام خصم يطمح لنيل مكاسب لا إخراج احتلال كما يدعي والشاهد سنتان من التصعيد لم تكلف فيهما أمريكا شيئا سوى إصلاح زجاج سفارتها في الخضراء أو استبدال شاحنات الدعم اللوجستي أقصى ما يمكن أن تفعله البنادق المستأجرة